السلام عليكم وصلتني بعض التعليقات بخصوص انه كيف نعمل إلغاء اشتراك من خدمة الطبي طبعا حضيف الفيديو اللي بيشرح في موقع الطبي في صندوق الوصف لهذا الفيديو الآن علشان نحن نعمل إلغاء الاشتراك لخدمة الطبي أول شيء نحتاجه بأنه نثبت رابط التطبيق الطبي علشان نتمكن من الدخول على الإعدادات ونعمل إلغاء الاشتراك فالآن بنروح على الملف الشخصي وبعدين على معلومات الاشتراك هنا في حالة إذا كنت أنت مشترك حاليا هيظهر لك خيار إلغاء الاشتراك فتضغط عليه وخلاص يعني الآن بعد الضغط على إلغاء الاشتراك بتم فعليا إلغاء الاشتراك فيه كمان هنا في المساعدة فيه كمان معلومات مثلا إلغاء الاشتراك التوجه إلى القائمة الرئيسية ومن ثم الإعدادات ومن ثم إلغاء الاشتراك طبعا فيه هنا جزئية أنه في حالة إلغاء الاشتراك حتستمر الخدمة لحين انتهاء فترة الاشتراك فأتمنى بيكون هذا الفيديو فعلا يعني حل الأسئلة أو يساعد الكثير على هذا الموضوع وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر